مجددا وصل وفدان نزاع في سوريا إلى قاعة اللقاءات في جناف ولكن هذه المرة للشروع في بحث القضايا ذات الطابع السياسي بحسب ما أعلن المفد الدولي الأخضر الإبراهيمي مشيرا إلى أن كل طرف سيتحدث إلى الطرف الآخر عن طريقه فبعد يومين خصيصا لمسألتين المدنيين المحاصرين في حمص وألاف المعتقلين والمفقودين في النزاع يناقش وفدان حكومة والمعارضة السوريان قضية أكثر حساسية هي الحكومة الانتقالية بحيث أن هذه القضية تشكل منذ أشهر خطا أحمر للمفاوضات بالنسبة إلى الجانبين أنا أطلب من الطرفين أن يأخذوا بنظر الاعتبار القيام بشيء ما حول كل تلك الأمور حول تلك المناطق التي تسيطر عليها أحد الطرفين الناس في الداخل يعانون بشدة لذلك أنا ما زلت أتوسل وأناشد الطرفين أن يتم يقوموا بشيء ما حول هذا الأمر سواء ما كانت تلك المناطق محاصرة من قبل الحكومة أو من قبل المجموعات المسلحة يحكى عن لقاءات جانبية بشكل عام مع وفود غربية إن كان بالنسبة لوفد الجمهورية العربية السورية أو بالنسبة لوفد ائتلاف محاصرة المعارضة ما حققت هذه الأمور هذه عملية سياسية ومسار سياسي لا يمكن الحديث عن مثل ذلك في الإعلام الإعلام كتب ذلك والإعلام يتابع ذلك لكن نحن لسنا هنا من أجل ليس هذا الهدف في المحصلة هدفنا هنا من الوجود هنا أن نلتقي مع الوفد الآخر الوفد الاتلاف المسمى بوفد المعارضة وأن وفق القواعد والإجراءات اللوجستية المقررة وأن نسعى بجدية لنحرز تقدما بأي اتجاه قبول هذه الدعوة هذا معناه أن الجهة التي تقبل هذه الدعوة موافقة حكما على هذا المبدأ فإذن جنيف هي حول انتقال السلطة هذه هي جنيف وقال عضو وفد المعارضة لأيصاف مساء الأحد أن المفاوضات ستبدأ بالحديث عن الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية مضيفا أنه من الواضح أن النظام ليس متحمسا معلنا أنه سنرى ما إذا كان النظام موافق على حل سياسي أم أنهم سيسرون على حل عسكري أم أنهم سيسرون على حل سياسي ترجمة نانسي قنقر